يا دكتور. مساء الخير. انا جورجو عاطف طالب الفئة العبعة. قلت هندسة المعنى معي. انا احب بك يا دكتور علي. احنا احنا اشتغلنا على المتحف مانغوط الشعاف مانغوط في سكندرير. طيب تمام. حاول علي صوتي شوية. المتحف يتبنى سنة 1928. سنة 1931. المتحف كان مستعدم في الاول كلمانزل. جورجو بعد اذنك. اي مشكلة عندك في الصوت؟ طيب تمام. تمام كدو? تمام. تمام. المتحف يتبنى سنة 1928. كان في الاول استخدامه هو المتحف مارد ثلاث حظايف لحد وقتنا الحالي. استخدامه الاول كان ننزل كان مبني لباشا اسمه اسعد باشا بسيلي. كان في الوقت ده كان تجري اخشاب هو اللي بنا. كلف مانت اسفينسي اسمه في الوقت ده كان مببوض وعيش في اسكندرير. ان هو يبني على الطواز الاطالي يمكن الطواز الاطالي يبانى عندنا في الشكل في الواجهات. كان عندنا في الواجهة كان عندنا بانا احنا كان عندنا السالة مرخمية كانت ده من الاساديب بتاعت الطواز الاطالي. النوافز المتقطعة. الشراف الطويل المتقطعة. اه يمكن بلا عندنا اعمالها في المدخل كانت بالباينة للطواز الاطالي. اه المتحفز تقفل المفتعدين كمنزل لحد سنة الف سو مائة سلتة وخمسين لحد وقت التأمين لحد ما تقمنات على المنتجات بس عد باشا بسيلي. يمكن عندنا هنا في الزوم تاردان. اه بيوضح ما بين الجزء من وقت استخدامه منزل وبعد كده. بعد سنة الف سو مائة ستة وخمسين لحد الف سو مائة وشتين اشتاعته الحكومة من حكومة الولايات المتحدة. وحولته كونسولية امريكية في الوقت ده. وفضل من سنة الف سو مائة وشتين لأف سو مائة ستة وعين. اه مستخدم كونسولية امريكية. اه انا عندي هنا في الان بتاع دوري. اه وقت استخدام مقايماتها في كان الجزء اللي بتضوح باللون الاصفر على اليمين ده كان جزء بتاع المدير بتاع البيت. الشخص كان بيولية البيت. اه. عشاء يا جورج بحاول تبعد المايك شوية في مشكلة في الصوت. تمام يا جورج. تمام. تمام. يبعد شوية المايك كده. تمام. تمام كده. كان عندي اختلاف من الزوم. استخدام المكان كمنزل وكده استخدام كونسولية. كان فيه فاق كبير في الاستخدامات. بس مكانش فيه فاق في يعني كانت وظيفة اضغيارة بس. بس مفيش يعني كانش عندي فيه ختمة اضغيرات من المكانها. ما عنديش في حاجة اضافة. بس المكان كان زي ما هو بس كانت الوظيفة بتاعتي اضغيرت. كان فيه اماكن اللي هي كانت قاعة استقبال ومكان المكان انها منزل بقت قاعة استقبال برضو بس اه كونسولية. اه عندي المكان كوظيفة لما نحاولت لما نحافق لها المتدي. احنا لما دخلنا يا بطر كان عندنا كان عندنا مشكلة انها ما كانش فيه اي حاجة بتقول لي احنا لما دارسنا البلانات. المتحف عندنا بيضم بتعم الف وتم مميزة قطعة عصرية. مهم البداية من الاصر الفروني مهم بكل الاصول اللي عدت عليها على تييخ مصر. لحد الاصر الاسلامي. فالمتحف موجود فيه مخونات كتير. اكتشفنا بعد كده لما حللنا البلانات ان احنا تمام مفهولنا التانية بالدور الارضي. الدور الارضي بيضم المختنى 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 المدعسة الفرونيين. هو عن تلات دول الموجودين في عصر الفروني دولة 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 القديسة. وبعد كده كانوا برضو عندنا من ضمن الحاجات اللي كانت مقبولة في البدرون كان عندي في الجزء الفوق ده. ده كان موجود تحت البدرون كمان. لما عشان هو كان مستخدم كمغبأ. هما لما يوظفوه في استخدامه كمتحف. وظفوه ان هو هيكون زي مقبعه. وفعل كان عاملين ودلوقتي في مميه بكل محتوىاتها. هو في مشكلة في الصوت او حاجة. وبس ما اخرج الصوت عند حضرتك بس مش مزبوط. ممكن حضرتك بس تحاول تفصل وترجع وتاني. تمام. تمام كده؟ لا هو مش تمام. طيب جورج اكمل لان. تمام يا دكتور. تمام. الصوت كده احسن. طيب اكمل. الصوت كده احسن. اكمل كده. مشكلة في الصوت. كده الصوت كده تمام. تمام. عندي بعد كده بعد ما بتحقق من بلان البدوم. المفروض بلان البدوم في الاصار الفرعونية والمحتونات الفرعونية. بعد كده بتتجه للدول ادي. عندي في دولة الفرعونية عندي الدولة الجمانية. عندي في الدول الاصار المعبوضة لدوليتين دول. وعندي كمان كان عندنا في السكيندية الاصار اللي طلعوها غير انا من ابو بير. اه اصار يورانية. موجودة في الجزء ده. بعد كده بتحقق للدول الاول. عندي في. عندي في الاصار البطاية. وبعد كده الاصار الاسلامية. كان عندنا في مشكلة ان احنا كانت المباني اللي مواجهة للمتحف. مش 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 بقده الطابع الكلاسيكي او الطابع الشكل اللي يواخده للمتحف حيان. اه المباني كلها موضرن. المباني كلها اه مش مش مديه لانطباع ان المكان ده كلاسيكي او المكان ده قديم. اه يمكن في بيوت وقتها كانت بصمم جنب المتحف فكانت مديه شكل اه انطباع تاني غير غير لانطباع اللي واحد اريح للمتحف. كان عندنا مشكلة لما فيش باكني والسيارات خالص فيش اعفو ايه. او يعني لو واحد اريح با عربية او اريح لو في ريحة موجودة او في جهو موجودة. ما فيش اي حاجة الواحد يكن فيها بتاعته. كان عندنا مشكلة جول المبنى نفسه ان احنا فيه عندنا في اماكن فيها معايات كتير من وقت ما المكان كان منزل. المعايات دي لسه معبودة دلوقتي يمكن لما هما استخدموها ووظفوا المكان كمتحف موظفهاش بالطائرة المسبق ان الاستخدامها كمتحف يمكن زي مرشوفنا فاصل باون. كان في معايات داس كانت مستخدمة طائرة المسبق. عمدنا بغضوا بالمدافع المبولة في المتحف. المعبودة بمتحفة الشيء بالشكل صحيح. يمكن بغضا مشوفنا فاصل باون في الزيارة انا فاصل باون. كانت اكتر اكتر من كده. وكان فيش هتعرض المكان ده ووظفته كانت ايه قبل كده. اا برضو عندنا كان في اعمدة اا مقبودة بشكل مرضى. مش 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 ده الطابع الكلاسيكي اللي كانت الوقت في المتحف. اا مقبودة هي بس دي الحاجة الوحيدة اللي هات بتقول لنا. المتزون ده في ايه? هي بس كانت تشعر ما كانش في ايه بحاجة تانية عندنا كانت شونها داخلين عليه ده موجود ايه او ايه المكتنعات اللي فيه. اا وما كانش في ايه سيدي حاجة خالص في المتحف. بس انا شكرا خالص شكرا خالص دكتور وما فيه خاص دكتوري نحن نحو بحاجة. اا في كم نقطة برضو اا يعني يعني يمكن ما ذكرتهاش يعني. المبنى علشان كان مبنى للكونسولية او تبع للكونسولية الامريكية. فجينا نبحث عن الرسومات الخاصة بيه. رفضوا بتاة ان هما يدون اي رسومات. الطلبة مشكورين ابتدوا ان هما يرسموا الرسومات ديت ويوصفوها علشان نقدر يعني نعرف الناس عالمبنى. يعني ابتدوا ان هما يرسموا دوات ويرفعوا من اول تاني. فدي نقطة برضو كانت غريبة جدا يعني طب ليه? ليه ده مش موجود بأي حاجة? طب راحت فين? نقطة تانية سيركليشن الحركة نفسها. هما يعني ما كانش الموضوع منظم خالص. حطوا زي علامات مودرن في يعني غير تابع للتراز الاوروبي اللي كان مستخدم. وشافوا ان هي دي الاضافة. فدي كانت برضو حاجة يعني هو ليه ما خدتش من طابع المكان او وجدتلي فكرة ان انا اربط القديم مع الحديث اللي انت عايز توظفه. بخلاف سيركليشن الحركة نفسه. بخلاف طريقة هما حطوا زي حوائط كده عجيبة جدا عملت ازمات في الحركة بين القاعات. يعني هنا اصبح عندي مشكلة في الحركة. لازم التزم بالمصار دوت اللي هما محددينه علشان اقدر اعدي. لكن الاقي مشاكل وانا بتحرك. نقطة تانية برضو هو فكرة اتصال المبنى بالمحيط. المحيط المجتمعي والعمراني. مفيش اي نوع من الاتصال. مفيش اي فكر. يمكن انا واحدة من الناس اللي اول مرة اعرف ان فيه مدحف زي دوت بالقيمة دي. وفيها جزء من الكبير من الاثار الغرقة والاثرية موجودة ولا اعلم معنا شيء. لما اتكلمت معاهم. لا فيه صفحة على الفيسبوك. ممكن تتواصلي بيها معانا. لكن المكان غير مؤهل ان انا اقدر ان انا اركن عربيتي او ان انا اتحرك. مفيش مسارات حركة مباشرة. حتى دخول المكان كان يعني مش مخدوم بالصورة الصحيحة. العلامة حتى اللي هي اللان بارك اللي هما حطينها. يعني مفيش اي نوع من يعني مفيش تجديد. هو ده بقى له فترة اللون بتاعه حتى راح وما جددوش. المبنى بقى جمع. كلمنا معاهم فيه الترميم. قالوا ان احنا جددنا. طب جددتو فين؟ جددتو جوه المبنى. جددنا جوه المبنى. لكن لما جينا بصين على اصول الترميم في خارج الاصر او الحفاظ على مبنى كتراس او اسري. مفيش اي نوع من الترميم او الحفاظ عليه. وده برضو باين اهوت في المبنى او في في السلم او الواجهة. اه مشاكل كتيرة جدا بيعنيها باصل زي دوت. يعتبر ان هو اه يعني من المباني برضو الترسية او الاسري. اه دي النقاط اللي اتخذناها في النقد بالنسبة لي المتحف اسكندرية القومي. وكده فضلنا بس متحف واحد اللي هو المجاهرات الملكي. آآ باش مهندس جيزر. هلو سامواريك. فضل. آآ مبدئين كده احب اشكر الدكتور عالي عدالراوف اللي تباوتوا معنا النهاردة. وحب اشكرك يا دكتور شيماء. واشكر البش مهندسة اسماء نجاح والبش مهندسة امنية على انهم ما سمحو لنا دون الفرصة ان احنا نكون متوجدين معكم النهاردة. معكم البش مهندس جيزر شعبان. قسم الهندسة المعمارية المستوى الثالث. آآآ آآ اشأ الله جهدين من النهاردة عن المتحف المجاهرات الملكي. او ما يسمى سابقا بآآ آآ 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 زينة بفاهمي. المتحف آآ موجود في مغادية الاسكندرية بالتحديد آآ في جليم أسسه للمعماري أنتونيو بولاتشيك وقاموا بمساعدته أخ السيدة زينة فهمي علي فهمي الذي اشترك في تصميم هذا الأصر الأصر ده عند جنائه مرر ثلاث مراحل المرحلة الأولى أنه كان أصلا مبنى سكني كان مبنى سكني لسيدة زينة فهمي وأسرتها وده كان عام 1991 عام 1919 المرحلة الثانية أنه كان كان استراح لرئاسة الجمهورية وده كان عام 1953 أما المرحلة الثالثة وهي المتواجدة إلى يومنا هذا أنه كان مدحف للمجوهرات الملكية وده كان عام 1986 هجري وما زال إلى يومنا هذا مدحف مجوهرات الملكية المدحف ده يضم تقريبا 11500 قطعة بخصص أفراد الأصر الملكية ده كده بالنسبة لنكزة مختصرة قلناها بس عن المدحف كده هنقش بها لتاني نقطة إن شاء الله اللي هي إحنا هنحلل البلانات أو هنشوف تأسمات الداخلية للبلانات بتاعت المدحف عندنا أولا المدحف من يوم ما صمم هو ما تمش تغيير خالص في التأسمات الداخلية ليه إلى يومنا هذا ما فيش تغيير خالص حصل فيه كل اللي تغير فيه إنه هو تغيرات الوظيفة بس اللي هو لما كان مبنى سكني السيدة زينة فهمي وأسرتها كانت الوظيفة بتاعته وظيفة سكنية اللي هو بتخدم المدحف الملكي اللي إحنا موجودين فيه لحد يومنا هذا إحنا طبعا أنا وجروب بتاعي قمنا بزيارة إلى المدحف واخدنا نوتس كده واخدنا بعض النقد عملنا أنا وجروب أولا إحنا نقدنا المدحف عن طريق نقطتين النقطة الأولى النقد من حيث الكفاءة ونقد من حيث الوظيفة النقد من حيث الكفاءة المبنى أصلا حقق كفاءة أصلا من ناحية الشكل الخارجي للواجهات الكلاسيكية بتاعته اللي كانت منتظمة وبشكل ساتسولي ومتبينة في الأطوار وبرضو كان المبنى منترق باللوحات التي تعزز روح الفن العريق وروعة الحيثات الداخلية ليه والزجاج المتواجد فيه ده برضو كان من حاجات اللي عززت كفاءة المبنى ولكن فيه كان فيه سلبيات موجودة في المبنى وهي عدم توفير خدمات كافية تخدم الزوار اللي موجودين فيه بشكل أعمق وتفصيلي علشان آآ آآ ده أصلا بيرود إلى إن أصلا بنيته في الأساس كانت آآ بنية سكنية ما كانش مصمم إن هو يكون أصلا مدحف فدي كان مشكلة من المشاكل اللي كانت موجودة فيها أما بقى من تمام يا دكتور؟ تمام طيب آآ المدحف هنا آآ نقطة يا دكتور آآ دكتور علي كنا بنتكلم تفعيل مشاريع لخدمة المجتمع هو المشروع ده لما وجد في المكان دوت خدم المجتمع دي برضو نقطة توظيف العمل المعماري دوت لخدمة المجتمع هل ده مكانه إن هو يبقى هو هنا الأصر ده تحول لأصر المجاورات أو الفكرة ديت آآ نقطة تانية برضو هل إحنا كده نتبع الحجبة التالتة إعادة تأهيل المباني المعزولة من فصلة فيه من المجتمع العمراني هل ده إحنا كده تابع أو توظيف المباني اللي فاتت ديت كانت تابعة للحجبة التالتة زي ما حضرتك شرحتنا آآ برضو يعني دي برضو بعض الأسئلة اللي كانت في ذهني وأنا هترك الحوار للبنش مهندسة أمنية برضو هتطرح بعض الأسئلة على حضرتك وشترد علينا بعد مساء الخير مساء الخير مساء النور أهلاً إزايك يا دكتور إزاي حضرتك يا أمنية مبار حضرتك إيه حقيقة بعد العرض ده أشكر يعني أشكر حضرتك وأشكر دكتورة شيماء والطلبة على العرض المميز ده كان ليا بعض الأسئلة أو محتاجين نعرف وجهة نظر حضرتك في عمليات الترميم اللي تمت في المباني سواء أصل البرون أو متحف اسكندرية قومي أو متحف المجاورة